مقرر الورجانيك كيمستري الشابطر السادس الكحولات والفينولات والإيسر مع المحاضرة الثالثة التفاعلات الخاصة بالكحولات التفاعلات الخاصة بالكحولات أو reactions of alcohol هناخد بعض الأمثلة المهمة المثال الأول الديهايدريشن ريأكشن ديهايدريشن ريأكشن كلمة ديهايدريشن يعني نزع الماء يبقى احنا بنعمل تفاعل للالكحول عشان ننزع منها جزيء مية ديهايدريشن requires strong acids تفاعل الديهايدريشن ده بيتضمن أو بيتطلب ان يبقى عندي حمض قوي زي حمض الكابريتيك and forms والناتج بتاعي بيكون الكنز يبقى انا بنزع من الكحولات المية عشان اكون الكنز التفاعل ده ممكن نسميه acid catalyzed dehydration يعني الديهايدريشن أو تفاعل نزع الماء المحفز بوسطة الأحماض مثال الكحول الإسيلي CH3 CH2 OH لما يتفاعل مع حمض الكابريتيك في وجود درجة حرارة عالية 180 درجة بننزع الجزيء ماء هيتنزع منين جزيء الماء ادي OH بتطلع من هنا وبيطلع كمان H واحدة من هنا والناتج اللي فاضل بيكون CH2 double bond CH2 عندنا ترتيب معين لنشاط الديهايدريشن بنقول ان البرماري الكحول بيكون اقل نشاطا في الديهايدريشن من السكندري الكحول بيكون اقل نشاطا من الترشري الكحول يعني اكتر الكحول نشاطا في تفاعل نزع الماء هو الترشري الكحول طيب التفاعل التاني المهم للكحولات هو تفاعلها مع عنصر السوديوم مع عنصر السوديوم الكحولات بتتفاعل مع سوديوم ميتل مع عنصر السوديوم أو مع السوديوم المعدني توفرم سوديوم الكوكسايد وبيتصاعد غاز الهيدروجين والتفاعل ده بيسموه drastic reaction تفاعل عنيف بسبب تصاعد غاز الهيدروجين منه CH3OH بيتفاعل مع السوديوم المعدني علشان يديني سوديوم ميتل وبيتصاعد غاز الهيدروجين بشكل عنيف